اشتركوا في القناة وضع الجهاز الفني برنامجا تأهليا وبدنيا خاصا لللاعبين على هامش الميران استعدادا لمواجهة أرتاسولار قام الجهاز الفني برفع الحمل البدني لللاعبين بشكل تدريجي خلال أداء تدريبات تأهلية متنوعة بالإضافة إلى الركض حول الملعب لعدة دقائق خاض اللاعبون فقرة فنية عبارة تضمنت تدريبات لتمريض الكرة بين اللاعبين أعقبها تقسيمة فنية خفيفة في جزء من الملعب وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال التقسيمة حدد الجهاز الفني يوم 7-11 سبتمبر لخوض مبارتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتاسولار فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمارك على نظيره المعادي بنتيجة 29-28 في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المحترفين للموسم الجديد 2023-2024 من المقرر أن ينتظم الزمارك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد شهدت تدريبات الزمالك انتظام السلاسي التونسي حمز المسلوسي والسنغالي إبراهيمانداي والبنيني سامسون إيكينولا وجاء ذلك عقب عودتهم من بلادهم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق وشارك الثلاثي حمز المسلوسي وسامسون إيكينولا وإبراهيمانداي في الفقرة التأهلية والبدنية على هامش الميران بصورة طبيعية وعقب ذلك خاض حمز المسلوسي التقسيم الفني الخفيف مع باقي اللاعبين في حين واصل نيداي وسامسون أداء تدريبات تأهلية إضافية تحت إشراف الجهاز الفني لعلاج الإرهاق مصدر بالزمالك هناك اتجاه في الزمالك لاستمرار حمدي على لاعب وسط الفريق الشاب بعد عدم إثمام انتقاله للنادي سموحه وفي ظل عدم تمكن النادي من إبرام صفقات جديدة نظرا لإيقاف القيد مصدر بالزمالك بشكل نهائي النادي لن يتمكن من إنهاء ملف سبورت انجليش بونا في الفترة الحالية وتأجيل الملف نظرا لعدم وجود سيولة مالية تضاهي متطلبات النادي وأضاف أنه من وجهة نظر مسؤول الزمالك فأنه في حالة توفير قيمة المليون ونصف المليون دولار في الوقت الحالي فالأولوية ستكون لصرف المستحقات المالية المتأخرة ومديونية اتحاد اليد بجانب تجديد عقد أحمد فتوح وصبحي وشدد أنه بناء عليه تم تأجيل ملف سداد المستحقات الخاصة بسبورت انجليش بونا وهو ما يعني عدم تمكن الزمالك من إبرام صفاقات جديدة في فترة الانتقالات الجارية في ظل إيقاف القيد بعد عدم دفع غرامة النادي البرتغالي الخاصة بمحمود عبد الرازق شيقابالة ليدخل الزمالك موسمه الجديد بالقائمة الحالية يلتقي الزمالك مع فريق سموحة في كرة اليد يوم الثلاثاء القادم على صالة نادي سموحة بمحافظة الأسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء يلتقي الزمالك مع أرتا سولاريوم 16 سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية وستقام في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب عزام في تنزانيا عقد أسوريو جلسة مع اللاعبين وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز المعاون له وقام أسوريو بتحية اللاعبين وطالب المدير الفني من الجميع ضرورة التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم الجديد وبطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات بدأ الدكتور عمر عادل طبيب التغذية المهام عمله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمان خلال الفترة الحالية ويقوم عمر عادل بالتنصيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق في كافة الأمور الخاصة ببرمج التغذية الخاصة باللاعبين أكد عبد الواحد السيد أن الفريق سيواجه السكة الحديد في أولى الودييات يوم سبعة سبتمبر على أن يلتقي مع سيراميكا كيليو باترا يوم 11 من الشهر الجاري كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم أوباما ومحمود علاء ومصطفى شلبي للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وقال أن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للفريق لتتأكد جهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة محمد أسامة محمد عبد الشافي تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة وشارك في جانب من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة الدكتور محمد أسامة محمود حمد الوينشي يواصل البرنامج التأهيلي بشكل ممتاز للتعافى من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة وأخذ على إثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا عبد الواحد السيد الجزيري سيصل إلى القاهرة الجمعة على أن ينتظم في التدريبات الجماعية اليوم السبت ميدو عبر تويتر رد نهائي من سبورتينجي لشبونة برفض تقسيط غرامة شيكابانا كانت هناك محاولات جدة من قبل بعض رجال الأعمال الزمالكوية لحل أزمة القيد بدفع 50% من الغرامة وال50% المتبقية في شهر ديسمبر ولكن اليوم كان الرد النهائي من سبورتينجي برفض فكرة تقسيط الغرامة تماما عماد البناني الزمالك لديه أزمة طاحنة واللجنة بتعمل على مدار الساعة واتخذنا قرار مهم بالدعوة للانتخابات يوم الاثنين المقبل وتوفير مستحقات سفر الفريق لتنزانيا وأضاف أعلن عن ضوابط الترشح للانتخابات وهتعلم في الجريدة الرسمية وتلقي الأوراق بالمقر سيبدأ من 4 إلى 10 سبتمبر ويغلق الباب وسيكون لجنة قانونية لفحص الأوراق للانتخابات يوم 20 أكتوبر تحت إشراف قضائي البناني ملف زيزو فاتوح محتاج فلوس وبنشتغل على توفرها ودى مطلب جماهير ومهم ننجزه بالإضافة إلى أمور أخرى وأرضف في ناس هتتقدم للترشح لانتخابات الزمالك بقولهم اتفقوا على المجموعة اللي هتشيل هذا العب لا تتخيلوا أن اللجنة هتسلم النادي صاغ سليم اتفقوا مع بعض بنعمل أقصى جهد لعمل ما نقدر عليه لكن ما لا نستطيع لن نفعله وأكمل بنشتغل على ملف الحجز على الأرصدة وإيقاف القيد والتفاوض مع مصلحة الضرائب لجدولة المديونيات البناني الكلام المنطقي هل معقول في ظل الأزمة دي أقصت غرامة كهرباء لم يطرح هذا الأمر ولم يتم التفاوض إذا كان محدش صابر علينا أقصت أنا واستطرد نحن لا نمتلك عصى صحرية لنمتلك تفكير عميق للخروج من الأزمة ونحن على مسافة واحدة من الجميع وردا على سؤال هل سيتم تعيين لجنة لإدارة فريق الكرة أجاب هذا أمر لم يطرح هناك المدير الفني مع كابتر عبدالواحد السيد ولا بنعين ولا بنرفض واختتم اللاعبين متفاهمين الوضع وبشكرهم على وقفتهم مع النادي وقريبا سيتم توفير جزء من مستحقتهم توفير مستحقات أسري وأموال الصفر لتنزلية ومعسكر الفريق كان صعب وبنقول ساعدونا وخليكم معنا فاروق جعفر أنا أكبر ثلاث صدمات في حياتي هي وفاة أمي وأخويا والثالثة هي رحيل سيف عن الزمالك وأضاف تأثرت نفسيا جدا بسبب رحيل سيف عن الزمالك وأنا ما كنتش موجود في حياته وولدته وهو أخذ القرار واختتم الزمالك له الدور الأساسي في حياة سيف وأتمنى أن يكون له شعبية كويسة ويكون له دور مع فريقه ولازم يرجع البيت اللي اتربى فيه فاروق جعفر أنا اشتغلت مع حسين لبيب وتعاملت مع أحمد سليمان لكن لازم أرجع لزمالي بتوع الكرة ممكن حد مننا يترشح لرئاسة الزمالك فما قدرش أقول مين الأفضل لازم ندرس ونشوف المرشحين ونساني نجمنا في كل الألعاب وأرضف كابتن حسين لبيب قابل للمدير الفني ويكلموا على المستحقات إيه صفة حسين لبيب دلوقتي هو على راسي لكن صفته إيه إحنا بتوع الكرة وبنقعدش مع الفريق ده تعدي وأشار جعفر كابتن حماد أمام اللي عمل تاريخ وشعبية الزمالك خسر الانتخابات وهل ده منطق مع احترامي لكل الألعاب لما أشوف تصور لمجلس الزمالك نلاقي خمسة بتوع هاند بولي إحنا بتوع كرة وعملنا شعبية الزمالك فاروق جعفر كل ما يحدث بيعمل ألأ محدش هيرضى النادي يوصل لكده الزمالك بيشجعه ملايين ولازم يقف على رجله لازم كلنا نتوقف عن التصريحات ومش سبق كل واحد يروح يقابل المدير الفني واسترطر ده أكتر حاجة وطرتني أنه تقال مش هنعمل لجنة لإدارة الكرة حضرتك يا دكتور عماد هتدير الكرة ولا أحمد الوطن حضرتك هتدير الكرة سنة اللجنة كانت موجودة في اللجنتين واختتم موضوع التجديد لزيزو هاني برزي هو كانت داعم له بالدرجة الأولى وخلص موضوع زيزو دلوقتي فتوح مين يكلم فتوح لازم حد يكون بتاع كرة لما أتواصل مع فتوح وزيزو والثناء من أفضل اللاعبين بالدوري مش تحدي لازم نشوف مصلحة الزمالك ونجيب حد متخصص فاروق جعفر بعد بكرة في جلسة لقدامة الزمالك وتكلمت مع كابتن حسن شحاتة وعلي خليل بالاتفاق مع كابتن أبو الجيلا وسنجتمع في منزل أيمن يونس لكي نعمل الأصلح للزمالك وتابع النادي عبارة عن كرة قدم وعبر الأجيال من أيام حماد أمام الناس عرفت الزمالك بسببهم صعب الكلام اللي بيتقال ومطروح ترشيح أحد لعبي الكرة القدم القدامة على رئاسة النادي فاروق جعفر من يدير الكرة بالزمالك النادي هو كرة القدم مع احترامي للدكتور عماد البناني لسه هستنى خمسين يوم والدوري هيبدأ بعد ستاشر يوم والزمالك لو خسر خمس متشات الدوري راح إيه الخوف إن لجنا تيجي تدير الكرة اللجنة ما تعرفش في الكرة عندنا أزمات كتير ويجب حلها دون التأثير على النادي وشدد يعني إيه مش هنجيب لجنة كرة أمال مين هيدير عبدالواحد شخصه محترم ولكن لوحده ما يقدرش يشيل لازم يكون فيه خبرات وتوقيت الانتخابات غير مناسب إزاي الانتخابات وقت انشغال الفريق بالبطولات واختتم الدكتور أشرف صبحي بيزعل مني لما بتكلم لكن دي شغلانتي مع احترامي لدكتور عماد يعني إيه مش هتعين لجنة كرة عقب تماثل اللاعب بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في الصابق بكسر في وجه القدم وأدى شلب الفقرة التأهلية والبدنية كما شارك في التقسيم الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة انتظم أوباما في التدريبات الجماعية وجاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها بمسق في العضلة الأمامية وأدى الفقرة التأهلية والبدنية بجانب التقسيم الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة كتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ضغوط على الأسطورة حازم إمام للترشح على منصب النائب في انتخابات الزمالك بس كده هادي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكر بكم خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة متشاكلين جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة صيبوهن في التعليقات سلام